إذن مشاهدين في خبر عاجل ننقله إليكم الآن عملية إطلاق نار في منطقة جنوبية نابلس أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين حتى الآن وإصابة أربعة آخرين بحسب المعلومات الواردة من المصادر الإسرائيلية نفذ هذه العملية فلسطينيان تم قتل أو إصابة أحد المنفذين لا نعلم بالضبط حتى هذه اللحظة مصير المنفذ الأول أما المنفذ الثاني فقد لذى بالفرار وقوات الاحتلال الإسرائيلي تمشط المناطق المحيطة في هذه اللحظة بحثا عن المنفذ الفلسطيني الآخر كما قال مراسلان هذه المنطقة هي منطقة بالغة الحساسية حصلت على الطريق الرابط بين رامالله ونابلس بالقرب من مستوطنة تأعيل وهي مستوطنة دينية صغيرة بنيت على إحدى القرى الفلسطينية في الضفة الغربية إلى جارب مستوطنات أخرى في هذه المنطقة مستوطنات دينية إيديولوجية وعقائدية حتى هذه اللحظة المعلومات المتوفرة لم تتوفر مزيد من المعلومات فريق العربي في طريقه الآن إلى تلك المنطقة للمحاولة للحصول على معلومات أكبر طبعا نذكر بأن هذه العملية جاءت بعد يوم واحد من اقتحام كبير لمدينة جينين بالأمس استمر عشر ساعات وتم قصف المخيم للمرة الأولى منذ عام 2002 كان ربما هذه العملية تعتبر ردا فلسطينيا على سقوط عدد من الشهداء وعدد كبير جدا من المصابين بالأمس في اقتحام مدينة جينين في الضفة الغربية أعود إليك أحمد جردات هل توفرت مزيد من المعلومات من المصادر الإسرائيلية عن العملية؟ نعم حتى الآن وفقا للتحديث الأخير أربعة قتل هذا العدد لم يرتفع ولكن بخصوص تداعيات ما حدث نتحدث عن جلسة لتقييم الأوضاع الأمنية سيعقدها بن يمين نتنياه وهي جلسة طارئة أيضا وزير الأمن الإسرائيلي وأفغانت بعد ساعة من الآن سيعقد جلسة برفقة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي ورئيس جهاز الشباك الإسرائيلي وأيضا برفقة قادة الأمنيين رفعي المستوى لتقييم الأوضاع الأمنية وقائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي في طريقه إلى موقع الهجوم وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية لذلك نتحدث عن عملية ينظر إليها بأنها عملية خطيرة إسرائيليا وهذا العدد الكبير من القتلى أربعة قتلى والسلاح الذي استخدم وأيضا هذه المنطقة التي تقع تحت وفقا لاتفاقية أوسلو تقع في منطقة سي أي بمعنى أن هذه المنطقة إسرائيل مسؤولة عنها أمنيا ومدنيا أمنيا ومدنيا على الأرض ومن الناحية السلطة الفلسطينية هي ليست مسؤولة عن هذه المنطقة أيضا في هذا الشارع شارع ستين الذي يقع في شمال الضفة الغربية وقعت عدة عمليات إطلاق نار في الأشهر الأخيرة نذكر عمليات إطلاق نار وقعت في بلدة حوارة القريبة من موقع هذه العملية وأدت هذه العمليات وسلسلت هذه العمليات إلى مقتل عدد من الإسرائيليين وإصابة آخرين لذلك نتحدث عن عملية هي نوعا ما خطيرة وتأتي بعد يوم واحد من التصعيد الإسرائيلي وتأتي أيضا ردا فلسطينيا على ما جرى في مخيم جنين هذا ما ينظر إليه أيضا إسرائيليا وكانت إسرائيل تعتقد بأن أو كانت تتأهب من عملية قد تحدث في الساعات أو في الأيام المقبلة ولكن ربما الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لم تتوقع أن تأتي هذه العملية بهذه السرعة بعد حوالي 24 ساعة من الانسحاب الإسرائيلي من مخيم جنين جاءت هذه العملية لذلك الاجتماعات الأمنية الإسرائيلية بالتأكيد ستناقش الخطوة التالية الإسرائيلية لكيفية ومحاولة منع وتقليل مثل هذه العمليات أيضا نتائج الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية المستمرة والمتواصلة والتي كانت إسرائيل تعتقد بأنها تستطيع من خلال الاقتحامات وتنفيذ عمليات الاعتقال الواسعة والارتيالات تستطيع خفض وتيرة التطورات الأمنية تحديدا في شمالية الضفة الغربية ولكن الأوضاع جاءت على عكس ذلك إذ بدنا نشهد تطورات لافتة من ناحية القنابل والعبوات الناسفة التي تستخدم لصد الاقتحام الإسرائيلي أو حتى من ناحية العمليات التي تستخدم الأسلحة بشكل صريح وتوقع قتلى في صفوف الإسرائيليين وليس فقط إصابات لذلك هذه العملية وقعت في منطقة كما قلت منطقة تعتبر تحت السيطرة الإسرائيلية هي في منطقة وشارع استيطاني عادة ما يسلكه المستوطنون الإسرائيليون في طريقهم إلى المستوطنات وأيضا هناك تخوفات فلسطينية من إقدام المستوطنين على الاعتداء على الفلسطينيين في الساعات المقبلة وهذا ما كان وتم أكثر من مرة في الأشهر الماضية إذ يقدم المستوطنون على الاعتداء على الفلسطينيين بعد كل عملية تحدث وتستهدف المستوطنين تحديدا في شمالي الضفة الغربية أيضا المستوطنة مستوطنة تعيلي هي كما قلت هي تقع في جنوب الضفة الغربية في جنوب نابلس وأيضا هي قريبة من مجمع استيطاني كبير ومستوطنات إسرائيلية عديدة منها مستوطنة أفيطار أو بؤرة أفيطار التي يحاول وتحاول حكومة بن يمين نتنياهو شرعنتها وإعادة المستوطنين الإسرائيليين عليها وهذه البؤرة أقيمت على جبل صبيح وهو جبل تعود ملكيته لفلسطينيين من عدة قرى أبرز هذه القرى قرية بيتا وشهدت تلك المنطقة مظاهرات استمرت لعدة أشهر تنديدا بهذه البؤرة الاستيطانية أيضا تقع هذه المستوطنة في منطقة وفي شارع يشهد انتشارا أمنيا إسرائيليا كثيفا وعادة بين كل كيلومتر والثاني أن نشاهد السيارة تابعة للجي أو مركبة عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي تقف على ناصية الطريق بمعنى أن هذه العملية وقعت في منطقة حساسة جدا أمنيا وأيضا تشهد انتشار أمني كثيف إسرائيلي وأنها على ما يبدو كانت عملية سريعة نجح المنفذ بإطلاق النار بشكل كثيف وأدى إلى إصابة هذا العدد من المستوطنين بشكل سريع قبل إصابته بالرصاص وعلى ما يبدو أنه قد تم تصفيته وفقا لوسائل الإعلام إسرائيلي حاليا نلخص ما جرى قبل حوالي نصف ساعة من الآن وصل بلاغ عن وقوع عملية إطلاق نار في مستوطنة عيلي في محطة الوقود التي تقع على الشارع الرئيس الشارع رقم ستين الذي يسلكه المستوطنين الإسرائيليون أيضا هذه العملية أدت إلى مقتل أربعة إسرائيليين اللافت تم الإعلان عن مقتل الإسرائيليين بشكل سريع ولم يتم الانتظار هناك أيضا إصابات من بين هذه الإصابات إصابات وصفة بيئة الخطيرة وإصابة أيضا واحدة بيئة طفيفة إسرائيليا يتحدثون أو هناك شكوك عن وجود أكثر من منفذ تم تصفية أحد المنفذين حاليا يتم إجراء عمليات بحث وتمشيط وراء المنفذ الذي يعتقد بأنه نجح بالانسحاب من المكين الآن في أولى ردود الفعل الفلسطينية الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال بأن الرد لم يتأخر على جراء من احتلال في مخيم جيني بالأمس واقتحام المسجد الأقصى فكانت العملية في مستوطنة عيلي وأشار حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس بأن ثوار الضفة الغربية تضربون في كل مكان بحيث لا يتوقع الاحتلال الإسرائيلي إذن هناك مبارك من حركة حماس في أولى ردود الفعل على هذه العملية التي حدثت قبل حوالي نصف ساعة من الآن وعلى الأغلب ردود الفعل الإسرائيلية ستصدر بعد ساعة أو أكثر من الآن عقب انتهاء الاجتماع الأمني الذي سيعقده وزير الأمن يو أف جلن برفقة إقادة أمنيين وعسكريين والمخابرات الإسرائيلية وأيضا نتنياهو يطلع على تفاصيل هذه العملية أولا بأول ومنها ودعا إلى جلسة لتقييم الأوضاع هذه الجلسة ستكون بالتأكيد عقب جلسة يو أف جلن مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية وحينها ربما ستصدر إسرائيل ردود فعلها على هذه العملية وربما تتخذ إجراءات في محاولة منها للحد من هذه العمليات التي تحدث في شمال الضفة الغربية إذن أحمد سأحاول تلخيص ما تفضلت به من معلومات حتى الساعة عن هذه العملية عملية إطلاق النار التي وقعت في منطقة جنوب نابلس قرب مستوطنة عيلي على الحاجز الرابط بين رامالله ونابلس وقع إطلاق نار نفذه فلسطينيان أحدهما تم إطلاق النار عليه من قبل القوات الإسرائيلية وقتله أما الآخر فقد انسحب أو فر من موقع إطلاق النار ويتم الآن البحث عنه وتمشيط المناطق المحيطة بتلك المنطقة ليس هناك معلومات كثيرة متوفرة حتى هذه اللحظة عن هذه العملية ننتظر الساعات المقبلة لتكشف كل المعلومات المحيطة بها عن مكان أو مصدر رأس الفلسطينيين الذين قاموا بتنفيذ العملية وأيضا عن مصدر السلاح الرشاش الذي استخدماه في هذه العملية التي أدت إلى سقوط أربعة في صفوف المستوطنين أربعة قتلى وأيضا أربعة مصابين جاءت هذه العملية بعد يوم واحد من عملية إسرائيلية باقتحام مدينة جينين وكما ذكرت الناطق بسم حركة حماس حازم قاسم قال بأن الرد لم يتأخر على اقتحام جينين وبأن ثوار الضفة الغربية يضربون في كل مكان اللافت في هذه العملية ليس فقط بأنها وقعت في منطقة حساسة جدا أمنيا وإنما السرعة التي وقعت فيها بعد اقتحام جينين بالأمس رغم التأهب الأمني الكبير للقوات الإسرائيلية وتوقع الرد من قبل الجانب الفلسطيني ولكن الرد جاء بسرعة كبيرة وأدى إلى خسائر كبيرة أيضا في صفوف الفلسطينيين كما ذكرت أحمد الحادث أو إطلاق النار وقع في منطقة باء وهي بحسب اتفاقية أوسلو وتقع تحت مسئولية أمنية ومدنية كاملة للسلطات الإسرائيلية معنا من القدس